ورجعنا لحضراتكم من الفاصل قادي اللحمة بتاخد تسبيكة بتاعتها والتوابل وقادي الروز نقلناه على نار هادية. وكده انا بدأت حطيت التاصة عشان الوقت ما اسرقناش. هنحط زيت. نبدأ نحمر سانع صفور. ويبدأ انزل معها بالفصلة. كده اهو بيئة واحدة. عندي هنا كزا. واحدة هنا اهو. انا عايز احمرها معها بالطريقة دي. تعجبكم اوي. هنخلي دي كده. ونبدأ نشوف احنا معنا ايه? تاني. هادي. هادي. البولة كده خلاص. هادي اللحمة. هبدأ انزل بيها. وابدأ انزل بالفصلة. ولو عايز احط سنة بقدونس معها. مفيش اي مشكلة. هنشغالين براحتنا. هادي التوابل. الفلفل اصمر. ولو حد عايز سنة كمون او حاجة حسب برضو بالرغبة حضر. ببدأ انزل معها بالفقصمات. واقلبها بيجي دي كده خالص ما فيش اي مشكلة. جبت البولة الوسعة اشتغلت فيها براحتي. بدل ما ايه? يبقى الكمية مثلا كبيرة او البولة الليلة طب وليه. ها. هادي كده. تلمت خالص. شايفين? اخدتش حاجة خالص ثانية كده? اهي. ببدأ. اصيبها. واروح اقلب مكارونا بتاعتي. نعيز اللون يبقى دهبي. هي مع البصلة. مش كده. اللحمة عملتها بالطريقة دي يا جماعة. لانه زي ما حضراتكم عارفين احنا بنشتغل بنوع لحمة مجمد. ممكن يكون بياخد سوا او حاجة. فانا بسيبه مع نفسه بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين? اهي. تاخد التسبيكة بتاعتها وعلى نارها دي انا مش مستعجل في حاجة كده زي الفل. اهي. بعد كده هحط المكارونا عليها مع الميا بتاعتها وتنزل في الطاقن تخش الفرن وتطلع زي الفل ولما حضراتكم هتجربوها هتبسطوا منها. انا كده دي خلاص. ببدأ احضر السنية بتاعتي. كده اهو بالطريقة دي. حاجة سهلة وبسيطة. اهي. كده اهو. اهدي. كفتة. حتى لو مش عايزين تلفوها. بالطريقة دي هي سهلة قوي. نجيب حاجة بسيطة قوي جماعة. اهدي كده. ودي ده كده. ودي. كده هوت وبسيبهم انه هوت بنفس الطريقة. كده اهو. لو انا عايز اخليهم نفس الشكل. كده اهو. وممكن لو عايز ارصهم بطريقة الوقفة. يعني لو انا عايز اخليها زي ما هي كده برحتي. لو عايز اخليها زي ما هي كده برضو برحتي. المضمون في الاخر هيطلع معي زي الفل ما فيش اي مشكلة حسب ما انا عايز. اوكي? انا بسهل على حضراتكم الموضوع. اعملية بش يعني ايه? اه عايزين في الاخر نلاقي حاجة ناكلها. بس ده ان شاء الله خير. وتلاقوها زي الفل. ادي الطماطم اهيت. وادي الفتنجان. اهو. كده بنفس القصة دي كده. اهو برضو. زي فتتصايا طماطمايا تنجانايا. اطلق بطو مش مشكلة. عادي. احنا اللي هناكل زي ما بنقول لحضراتكم. اهي برضو نفس القصة. نفس الطريقة. هادي البطاطسايا. طماطمايا. البتنجانايا. اهو. بابدأ اريح دي كده. لحضراتها. اغلب المكارونا. برياضي. كده في الديني طعام شكل جميل انشاء الله بعد انزل بها هنا نفس القصة دي كده نشيلها طالس واقلبها كده هوا جماعة نبدأ انزل الجذر نبدأ انزل خضرة اجيب الطاجن بتاعي اللي انا هعمله عشان برضو اعرفين اهي هو اجيب ماية عندي عشان اضمن ان الماكارونة تبقى زي الفل لانها هتشرب ماية كتير بسم الله كده هوا عندي طمطمتين او حاجة عايز احط فوق الوش فيش اي مشكلة اهو تمام وبحطها في الفرن قبل ما نخلص بقية الكفتة والحاجة كده الطاجن بتاعنا في الفرن هنكمل بقية الحاجة البورجر بتاعنا الخضرات بتاعها بالطريقة دي نفس القصة اهي هتلاقي طعمها الزريف وفي نفس الوقت انا ايه حبيت اعمل لحضراتكم حاجة يعني ايه يبقى فيه اختلاف في الانواع يعني مثلا ممكن حد في البيت يكون بش عايز النوع ده لا انا عملتلك نوع تاني برضو براحتك مفيش اي مشكلة كده اهو 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 هادي الجميل الاوي برضو نفس القصة في اخر واحدة حسب الطريقة اللي انتم عايزينها فيه طريقة ممكن مسلا بيتحط فيها زي خلا فيه طريقة بتبقى بالعرض بيش بالطول مسلا بيبقى حسب ما احنا بنعمل انا بسهل على حضراتكم الحاجة عشان في الاخر ابدأ اشوف انا هعمل ايه ادي كده عندي الكمية ممكن بعمل في صانية اكتر انا بوري لحضراتكم نموذج لو انا عايز مسلا احط طماطم تاني فوق الوش ما عنديش اي مشاكل اهو ادي طماطم موجودة اهو والكمية مثل الفل صانية اكبر انا بديت كل حاجة بنفس الخامات اللي تكلمنا عليها هبدأ احط دي هبدأ احط ديات في الفرن ايه كمان ونلم مكنا نلم مكنا كده اهو طريقة دي نمسح مكنا وادي كده على ما اعتقد ان الرز كده استوي او استوي اهو اهو ادي كده الرز تمام ابدأ اغرفه يبقى احنا برضو ايه عملنا وجبتين وكل وجبة بنفس التكلفة عملنا نوعين في حلقة واحدة نوع طاجن لسان عصفور اللحمة المكعبات وعملنا البورجر بالخضروات حاجة جميلة ولزيزة طبعا الكمية زي الفل وادي برضو عندي رز تاني لو احتاجته اهو ادي كده طبق الرز بتاعنا نبدأ نطلع حاجتنا على بركة الله هنا كده كده طاجن بتاعنا وادي البورجر لو حد بيحب مثلا يحط سوس طماطم او حاجة براحته حسب الرغبة برضو نفس القصة هنا هوت حبت هنا طماطم حد عايز تزود نوع خضار تاني زيادة عليها مع تاجن اللي سان عصفور باللحمة تقدروا حضراتكم تجربوا الطرق ديت وان شاء الله تحوز الاعجاب ونتقابل في حلقة جديدة مع وحش التوفير الى اللقاء